تعالوا نروح لصفقات بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي الصفقات الجديدة اللي جات النادي الاهلي في وجود بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني ضم المغربي ببادر بارون لعب معه خمسين مباراة سجل اربع هدف وصنع هدف حصل على سوى بطاقات صفراء بلا بطاقات حمراء لعب اربع تلاف مئتين وعشرين دقيقة لويس ميكي سوني لعب تمنتاشر مباراة سجل ثلاثة صنع هدف واحد لعب سبعمائة واثناشر دقيقة ومعدل ضعيف جدا سواء في الدقيق او في اللعب او حتى في عدد الاهدف بيرستاو لعب ستة وعشرين مباراة سجل ثمانية وصنع ستة وشارك فيه الف تمنمائة ستة وتسعين دقيقة مع النادي الاهلي حسام حسن لعب اربع تاشر مباراة فقط شارك أسان في مباراة واحدة فقط والباقي كبديل لم يسجل ولم يصنع ولعب مئتين تمانية وثلاثين دقيقة وطبعا دي نسبة تخليش ابدا لعب يطلق كريم فواد للأهلي كان جايبه او بيتسو مسماني كان جايبه عشان يعوض محمد هاني على اليمين او علي معلول على الشمال لعب اتناشر مباراة فقط لم يسجل ولم يصنع اي اهداف ولعب ستمائة دقيقة تقريبا خمسمائة تسع وتسعين تحديدا واعيدون من الاعارة احمد عبدالقاد اللعب تسع وعشر مباراة سجل اربعة وصنع خمسة وشارك في الف خمسمائة وحداشر دقيقة ايضا عمار حمدي لعب اربعة مباراة فقط وهدف يسجل ولم يصنع اربعة وعشر دقيقة وللأسف جاله اصابة في الرباط الصريبة محمد عبد المنعب لعب خمسة اشر مباراة سجل هدف ولم يصنع حصل على اربعة بطاقات صفراء وشارك في الف ماتين خمسة واربعين دقيقة دول اللعبين اللي ضموهم بيتسو موسيماني او ضموا في عصر بيتسو موسيماني الى الاهلي في لعبين بقى لم يحصلوا على الفرصة مع موسيماني ما حصلوش على فرص كتيرة مع بيتسو موسيماني ابرزهم طبعا محمود عبد المنعم كهربا اللي ما خدش اي فرصة مع بيتسو موسيماني تقريبا يعني ابرز واهم لعب في عدن مدارب جنوب افريك لم يحصل على الفرصة الكاملة وكان يشارك على فترات الى ان حدثت ازمة بينهما وخرج كهربا اهعارة لنادي هطايت ترك في الشتاء الماضي حتى نهاية الموسم الجاري رامي ربيع مدافع الاهلي الاس دائما ما يكون حبيسا لدكة البدراء ومشاركته تأتي على فتراته بسبب غيابه عن التشكيل فكر لعب اكثر من مرة في الرحيل كان اخرهم في بداية الموسم الجاري سعد سمير كابتن ومدافع الاهلي خرج اعارة نادي فيوتشر في بداية الموسم الجاري والمودة موسيماني بعدما ابتعد تماما على مشاركة مع بيتسو موسيماني عمر حمدي لعب الاهلي الشاب كان معارب بنادي الاتحادس جداري وطلب موسيماني عدوه انه لو مشارك معه حتى تعرض اللعب للإصابة قطع في الرباط الصليب منذ عدة أشرة ويغيب عن الفئة دي غزبا عنه ده غزبا عنه مش هو بالي ما تدريش فرصة هو غزبا عنه غزبا عن موسيماني احمد ربضان بكم لم يحصل على الفرصة مع موسيماني رغم ان المدرب هو من طلب قطع يضمه للأهلي من ودي ديجلك انه لو مشارك معه وتم تقعارته الى الفريق سموح محمد محمود من أبرز اللعبين الذين ظلوا على ديكة البدراء مع موسيماني حتى حدثت مشكلة بينهما في المغرب خلال مواجهة الرجاء بنصف نهاية دول الأبطال كما ان مشاركته كانت مطلبا جماهرية لكن موسيماني لم يستجب للجماهر ومش عايز انسى في هذه الظروف اليوباجي الراجل اللي تقلق في فرنسا السنة دي جدا وبيت سموسماني ما كانش مقتنع به وطلب رحيله عن الفريق اليوباجي المهاجم للآهلي كان بيتوسم فيه خير وهو فعلا مهاجم كبير ومحترم بس بيت سموسماني ما كانش مقتنع به طيب